السلاسة الوسط النهاردة السلاسة الوسط دي كان قبل المباراة في حيرة مين اللي يبدأ في السلاسة الوسط هبدأ بزيزو هل انت شاهد ان زيزو مناسب ليه مركز ثمانية؟ عارف انا للامانة لما انا كان نفسي يعمل حاجة انا كان نفسي يلعب بستة واحد بس اللي هو سواء ان كان محمد النني او ان كان مروان عطية او حمد فتحي او مروان عطية ويلعب بثمانيتين يبقى زيزو امام عشور يزيدوا أمام عشور لما يبقوا تمانيتين ويزيدوا هيبقى عندي تريزي جي هيبقى عندي محمد صلاح هيبقى عندي مصطفى هيبقى عندي قوة هجومية كبيرة وخاصة كمان أن يزيدوا لازم ألزمهم للتنين يتحركوا بوكس تبوكس ويروحوا وييجوا في الأماكن بتاعتهم يقفلوا وسط الملعب مع طب حاسة أليك السؤال بشكل أكثر مع الفرق أنا بتكلم مع موزنبيك آم أنا حتى مع موزنبيك إنما لما أجل أتكلم مع فرق أكبر لازم أحط اتنين مدافعين أقوية في وسط الملعب قدام فوارجع لطريقة أربعة اتنين ثلاثة وحد آآ لأ بس أنا مرأة أعطيه أنني مع عمام عشور أو زيزو بالضبط لكن مش طيب النهاردة حسيت أن زيزو هو لعيب طبعا قدراته هجومية كبيرة وعظيمة سواء على مركز الجناح أو حتى ما بيخترق بس بحسوا ارتدادات الدفاعية ضعيفة جدا صدقني النهاردة النهاردة الحالة الفنية كله لمعظم اللعيبة ما كانش حالة ما تيجي أتكلم حال دات رزيجي ده شعلت نشاط مصبوط وجبهة كبيرة جدا جدا فما كانش النهاردة في الحالة الطبيعية بتاع النهاردة زيزو ما كانش في حالة محمد صراح نفسه صح ما كانش في حالة يمكن أنا بقولك يمكن الوحيد اللي بزى المجهود وتعب ومصطفى محمد مصبوط بزى المجهود كبير النهاردة ويمكن الهدفين سواء كان اللي أحرزه واللي ساهم في صناعته ده دهنا أفضلية النهاردة وحفظ دين على مصطفى محمد حسوها كابتال وانا بقى الوقت بأكلم عن مهاجم انا بقى ايوة اتطور كتير صح اتطور ازاي كابتال عبد الحميد لما انت كان مهاجم بتشوفه بقى مهاجم شوف التحرقات بتاعت المهاجم واخذ الاماكن دي مش اي حد بيعمل يعني اننا اخذ الاماكن السليمة المتوقع ان الكورة تبقى موجودة فيها او ان نخلق لنفس المساحة اللي اروح فيها استلم فيها واشتغل على هي في كورة النهاردة لو كان استلامه لها كان افضل كانت هتبقى افضل اللي هو الامفراد اللي بعد الهدف اللي خدها البر صح لو هو خدها في طريق الجن وحط الجن قدامه من المنتصف كان عنده القدرة انه يستغل لها افضل منك انما هو خدها البر شواء انما مستوى تطور في التحرقات في الامور وخاصة ان هو بيملك الامكانيات يعني الهدف النهاردة اللي احرزه هدف صعب جد ما اعملوش غير مهاج صح انك بتستلم وتلف وتحط الكورة بالشكل ده في اجزاء بسيطة من الثانية فهدف مميز النهاردة حط نفسه في البلانتي كويس قوي لان انت ما كنتش هتقدر توصل الا عن طريق دي مزبوط فبالتالي لا مستوى ممنازم ان ما كنتش هتوصل الا عن الطريق دي او عن الطريق ده هل مستوى فاتح النهاردة كما ممكن يبقى ليه دور في الفتلات الاخيرة دي واحد عنده ابتكار واحد عنده واحد فممكن تنزل واحد زي مستوى فاتح طبعا يحل لك مشاكل طبعا لما عند الحلول في العمق والاطراف بتتقفل ايبا ييجي دور الامكانيات الفردية اللي بيمتلكها اللاعبين مهارة خاصة بتاع كل واحد ان ازاي اقدر اعدي الراوغ واحد واثنين ان انا اقدر عندي القدرة والمهارة ان انا اتحرك في الزحمة مصطفى عنده القدرة في كده فبالتالي مصطفى كان برضو له دور النهاردة انما بنتمنى بنتمنى انه هو يكون موفق لان برضو المدير الفني في اوقات بيجي عليه مباريات بيخفق زي اللاعب ايوة فبالتالي انا شايف ان النهاردة مكانش يوم مستر فيتوريا واتمنى انه يكون في يومه في الايام اللي جاية لان برضو اختيارك للتشكيل الامثل ده حاجة بتوفق فيها اختيارك للتغييرات بتوفق فيها فبالتالي بنتمنى انه يكون موفق في اللي جاي لان انا شايف ان ده درس ودرس حلو تصدقني انا يمكن انا من زعلان ومش شايف الصورة صعبة زي ما لان احنا بنملك جيل من اللاعبه كويس فبالتالي ان شاء الله بإذن الله هم قادرين بس لما ناخد امورنا بجدية بمتهى الجدية صحية صحية